طيب نكمل كلامنا عن كورس الكمبيوتر أو دورة الكمبيوتر اللي هي أساسيات الكمبيوتر يعني خدنا الويندوز وخدنا الورد هنخد دولة الأكسل كهو الكورس ده مش جاي يعني مش ده مقرر دراسي في الجامعة هي الفكرة أن ببعض الأحيان سواء كنت خلينا نفترض أنت بكلية لما بدخل قولة كلية وطفر كلية إيه بيروح أقل لك يعمل لي حاجة بالأكسل وإحنا أصلاً ما خدناش إكسل خالص أو ممكن نكون خدناه بس ما خدناهوش بشكل عملي فهي دي الفكرة أن أنا بحاول أن أنا بنكسر هذه الفجوة أن إحنا بناخد مقدمة عن كل حاجة بحيث أن أنا لو طلب مني حاجة يبقى أنا عرفت اسمها عرفت الأستيات اللي فيها وأبدأ بعد كده أن أنا أتعامل لوحدي وكامل فده بالنسبة أن إحنا عايزين نهاردة نتكلم عن الإكسل إيه هو برنامج الإكسل في العادي خالص بنجي نقدم أي حاجة كان الناس الأول أصلاً قلنا بتقدم الحاجة على ورق بعدين اتطوروا شوية وقالوا تمتيكي نكتب كل حاجة على كمبيوتر ونكتبها على ملف وورد طبعاً قلنا ملف وورد ده من المزايا بتاعته أن أنت أولاً بيوفر ريسورس كتيرة يعني لو كتبت على ورق وحتاجت تعمل نسخة تانية من الحاجة دي فبطر أن أنت تكتبه تاني فطبعاً هتحتاج ورق وهتحتاج وقت ومجهود فممكن باستخدام برنامج الورد أنت بتكتبه مرة واحدة وخلاص كده بقى بتقدر تعمل نسخة منه بعدد لا نهائي النوتايب وبرضو ممكن أنت تحافظ على الماستر أصلاً هو مثلاً لو تحرق أو حصل له أي حاجة الورق ده يعني لأ أنت عندك نسخة منه على الجهاز عندك نسخة منه على نت عندك نسخة منه على أكتر من مكان فما فيش الاحتمال أن الحاجة تضيع أو أنها تتلف دي مش موجودة لو تعملنا باستخدام الورد طيب خلاص هنستعدم برنامج الورد وخلاص إيه الحاجة بقى أن أنا أبدأ أعرف حاجة تانية أسمعها Excel كفاية يعني لا الفكرة أن برنامج لو أنت شغال في برنامج الورد أثناء ما أنت بتكتب حاجات ممكن تضطر أن تكتب شوية بيانات فالبيانات دي أنت ممكن تكتبها على هيئة تيبل أو جدول تمام ما الورد بتحلل أن أنا أعمل جدول إيه المشكلة الفكرة كلها أن التعامل مع بيانات كتير يعني أنا لو في مدرسة المدرسة دي هيكون في عدد ما أعرفش ممكن يبقى فيها إيه ولا فرد خليني نقول أولا تانية تلتربعة خمسة ستة أولا ألف مثلا أنا بدي رقم كده ما أعرفش كده كده كبير ولا صغير بالنسبة للوضع الحالي يعني أو الطبيعي هل نقول ألف هل العادي أن أنا مثلا أعود أكتب بيانات الطلبة دي كلها يعني أنا طبعا أكتب اسم اسم كل واحد ورقم كل واحد ودركته تمام لو أنا عايزة أعمل مجموع يعني أعمل أو الجمع بتاع الدرجات بتاع الطلبة مفروض أعود أعملها بإيدي هلما أبقى أعود أعملها بإيدي في بعض المشاكل ممكن تحصل أول حاجة أننا ممكن يكون الشخص اللي أعب بيجمع ده ما بيعرفش يجمع أوكي طبعا هيبقى فيه مشكلة في المجموع طيب خلاص الشخص ده هيستخدم الآلة بتاعت الكمبيوتر أو الرقم بتاع الكمبيوتر أنه هو يجمع عادي وما فيش مشكلة برضو وارد أنه هو يكون فيه manual error أنه هو بيكتب ممكن يدوس على رقم غلط هو بيكتب يعني عادي الجميل بقى في برنامج الإكسل أنه هو أنت ما بتتدخلش خالص بس أنت بتقول لأنا عايز أجمع دي ودي وطلع أنت الناتج ما بتكتبش أنت الناتج يعني أنت أصلا في العادي من غير الإكسل هتقول لأنا عايز أجمع عشرة زائد عشرين هتلاقي أنه هو تلاتين تروح أنت كاتب تلاتين عملتها على الآلة عشرة وعشرين يديك تلاتين تروح أنت كاتب تلاتين فلما بتجي تكتب تلاتين ممكن تكتبها أصلا تلاتين أو تشوف التلاتين جنبها ممكن تكتبها تمانين أو ستين أو عشرين لأن الاثنين جمت ثلاثة في الآلة يعني فانده ممكن تكتب غلط فهي دي الفكرة بقى ان احنا نيجب في برنامج الاكسل هنقوله بص انا عايزة اجمع دي ودي وشوف في انتنادي جهات العكاية دي ميزة من المزايا بتاع برنامج اكسل ان هو بيمسح موضوع احتمال الغلط ده تاني حاجة زريفة بقى في برنامج الاكسل طبعا كل ده هيبانه احنا شغالين بس واحدة واحدة بس برضو حاجة جميلة في برنامج الاكسل ان انت لو مثلا جمعت الخلية دي عشر زائد عشر داتك تلاتين هتيجي تجمع بيانات الشخص التاني هتجمعها برضو ده هياخد وقت فانا اولا ان انا عملت مشكلة ان انا امسح الغي موضوع الايرور ده او احتمال الخطأ فكرة بقى ان انا عدي على الف طالب وابدأ كل واحد فيهم ادينه درجة اصلي اجمع درجته برضو دي هيبقى مشكلة معادي ما انا حلتها بان انا الاكسل هيعمل هادي لأ انا ممكن بحركة واحدة اقول له اللي انا عملت في الاكسل الاولينية في السلة الاولينية او في الخلية الاولى نفذولي على كل الخلية يبقى برضو يوفر لي وقت هو مش هيمحي الخطأ بس او هيمنع الخطأ ده هو هيوفر وقت كتير جدا طبعا كل ده هيبام مع الوقت احنا شغالين بس الاول نعرف نتعامل ازاي مع برنامج الاكسل فده بس يعني مقدمة كده على اهمية برنامج الاكسل خلينا نشوف ازاي ممكن نفتح ملف اكسل الجديد طيب مبدئيا انا عشان افتح برنامج الاكسل بروح على ستارت بطن وبروح عند جزء الستارت كده وبكتب كلمة اكسل ودوس انتر بعدين يظهر لي صفحة زي كده طبعا كل ده هنظهره عملي بعد شوية بس خلينا ايه واحدة واحدة هتيجي عند الستارت بطن اللي موجودة عندك في الجهاز بتاعك اللي موجودة في اقصى يسار اسفل يسار للشاشة بتاعتك هتكتب هنا اكسل ودوس انتر يظهر لك الصفحة دي هتلاقي ان هي الصفحة اصلا عبارة عن جدول كبير يعني جدول مش محتاج انت مثلا ايه انا هتعامل مع الاكسل والاكسل عبارة عن جدول فبتك فايل انسيرت تيبول لا هو اصلا بيعمل لك على هيئة جدول انت مش هتعمل حاجة غير كده فهو عبارة عن جدول تمام فالطبيعي ان هو يظهر لك صفحة فاضية لتعامل مع الاكسل طيب كل صفحة بقى يكون فيها ايه المفروض ان انت زي ما شفنا كده تلاقي كل عمود وهنا برضو كل صف واحد اتنين ثلاثة لو انا جيت هنا مثلا عند واحد وهنا واحد اتنين ثلاثة اربعة عند لو قفت على اي خلية هلاقي ان الخلية دي لها اسم تمام طبعا هو هيبقى ظاهر بفوق كده بس هو مش يعني ايبقى اورها لكم عملي الخلية دي هتكتبها هتبقى هي عنوانها ان هي موجودة في اني عمود وموجودة في اني صف موجودة في العمود رقم دي وموجودة في الصف رقم خمس يبقى اسمها دي خمس اكي فكل خلية لها رقم بدل ما اجا اقول ايه الخلية اللي انت لما تمشي عارفة كام مره من اليمين وبعدين ما تنزل كام خلية دي خمس اكي دي عزم جدا دي التعامل وطبعا هنا عارفين يعني ايه عمود من الورد ده عمود وده ايه وده رو او صف اكي ففيه رو فيه كولم او بنسميه عمود وصف اكي طيب كل خلية ما بقى لها عنوان طبعا انا ممكن ان انا يبقى عندي صف قصدي حطت بيانات ممكن ان البيانات دي بعد ما اكتبها امسح احتاج ان انا امسح حاجة فممكن ان انا اعمل ادليت صف ادليت يعني امسح امسح صف او امسح عمود اوكي هنبقى نشوف برضو بنعملها ازاي وبرضو ممكن اضيف عمود جديد او او اضيف صف جديد هنشوف عملي احسن اعتقد لو تولو سكريم طيب اتمنى طبعا ندلي بازار لو انا عملت كده اكسيل بتكي على ال اكسيل و هبتزهر لي صفحة ايهب طبعا الشاشة دي اللي تكون زهرة بي اربعة خليني بس شوف الاموديتور كل خلية انت بتقف عليها بيبقى اسمها بيبقى اسمها بي اربعة اللي اننا جيت هنا بس انا تلاقيها بي مش عارفها هو طب نمسح بتاع ده طيب اقف كده لقى دي بي اربعة لقى دي مسلا سيس تلاتة اه دي دي اربعة وهكاس الرقم اوكي اه طيب افرد اخلينا ندخل بيانات كده ونقول مسلا الاسم وهنا الدرجة انا اقول اه اي حد وهنا برضو اي حد وعندي ده جايب عشر وده جايب عشرين اوكي ايه اللي ممكن اعمله في برنامج الكسل ان انا ممكن اقولك على فكرة ده انا لسه عايز نحط درجات الانجليزي خلاص اكتبي الانجليزي ما فيش مشكلة اكتب الانجليزي ده جايب خمستاشر مسلا وده جايب تلاتاشر اي حاجة طيب اه لو انا جيت قلت لك طب على فكرة انت تنسيت ان كل طالب بيبقى ليه كل طالب ليه رقم يعني رقمه او عنوانه او طفر او الايميل بتاعه فانا محتاج اضيف المعلومة ده قبل الدرجة فاعمل كده كليك يمين انسيرت هيروحوا واعملها عطول واحد على يمين واكتب هنا مثلا ان ايه العنوان لا يعني لو فرضنا للعنوان ده معلومة مهمة في الطلب يعني العنوان ايه كلام مثلا اكس اكس اللي عسلا ايه 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 وهنا بي 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 عنوانه يعني اي حاجة جت بعد كده عايزة اضيف درجة العربي انجليزي وفرض ان احنا بنضيف مسلا دين الاول قبل الانجليزي بعمل كليك يمين انسيرت واقول دين اوكي على حسب باي حاجة احنا مش مشكلة انا بس عايزة اجرب ان انا ممكن اضيف عمود جديد او ايه حاجة جديدة جايب مسلا هنا 15 وجايب هنا 20 طيب بعد كده مسلا عايزة اضيف واحد كمان هتلاقي مسلا عمر هتلاقي عنوانه ccc بدل ايه وكده عندنا ايه 50 وهنا معرفش اي درجة يعني وهنا طيب افتكرت ان انا عشان بحط الارقام ترتيب ابجدي فانا محتاجة احط مثلا اعايز احط مثلا يوسف خلينا يوسف طبعا نصا في الاخر هانا احط محمد كمان واحد تاني اسم محمد يعني ايه يعني اعز ادي بدرجة بروح حتى بعمل كمان انسرت محمد ودي بقى اي درجات c يبقى دي دي وهنا احط درجات اي كلام مش عارف ايه نعم فبتعامل ازاي مع برنامج الاسل فيه هنا اعمدة كل عمود ليه رقم كل صف ليه رقم كل خلية لها رقم ان هي مثلا اسمها b3 على حسب انا دلوقتي اعتبر الانترسيكشن او تقاطع ال b مع الاربعة يبقى اسمها b4 ده مثلا اسمها c4 لان هي تقاطع ال c مع الاربعة تبقى دي طيب عشان اضيف عمود جديد بعمل كليك يمين انسرت او المبتكة انسرت ما عنديش اختيار غير ان هو يعمله على يميني طبعا الحسب احنا الوقت يتكلم عارف الانجليز بس تعمل على ايه على يمين الحاجة طيب جيت مثلا انا عايزة اعمل واحد جديد بعمل كليك يمين انسرت طيب لو انا جيت عايزة اعمل صف جديد بعمل كليك يمين انسرت بعمل له فوق يعني ال default ان هو اللي انت تقف عليه هيعمل لك واحد فوق كليك يمين انسرت طيب افرض ان انا انا دلوقتي كنت بجرب بس معاك حاجة فانا عايزة امسح العمود ده فبقى اعمل كليك يمين ديليت وباجي هنا بقى اعمل كليك يمين ديليت هو دلوقتي بيدليت الحاجة اللي انت عمل خط بالك ان انا عشان احدد العمود كله او الصف كله بقف كده يعني بقف كده واستنى العلامة دي لما تيجي بعدين اتك بعدين كليك يمين ديليت اوكي هاجي هنا برضو اعمل كليك يمين انسرت لازم واقف هنا في الاول هنا دي. مش بقف كده على اي خلية لا بقف على الاي. وبعمل اكليك من ديليت. ده ازاي بقى اتعامل مع برنامج الاكسل. واكيد طبعا لو انا عايز احفظه وبعمل فايل سيف ايز عادي يعني. فايل سيف ايز وبشوف احفظه فيه. اوكي. حق كمبيوتر بتاعي على الديسك توب اي حاجة. مهم كده. طبعا انا مش عايز احفظه عشان انا مش مهتم احفظه. بس خلينا عايز احفظه. لو انا عايز احفظه هيفرض مسلا اه اصلوها زي برنامج الورد يعني. ماي فيرست. ماي فيرست. اه فيرست اكسل فايل. ايهاي خليها نسمى اكسل. نسمى فايل. او ماي فايل. فاللي حاصل ان انا ده وقت حفظت الملف خلاص يعني اه ممكن استخدمه بعد كده. الحاجات الجميلة تانية بقى اللي ممكن اعملها في برنامج الاكسل. طبعا اي فورمات انت كنت بتستخدمه في الورد ما بتقدر استخدمه. يعني بتعمل بولد بتعمل بتغير اللون. ممكن نجي كده. ممكن نجي كده اغير اغير اللي هو الخلفية اغير الهنا اللون اغليه احمر. ممكن اغير اي حاجة واعمل. طب لو عايزة اعمل بوردر للحاجات دي او يعني حدود. هي لها حدود اصلا. بس لو انا عايزة اصيرها اكتر. باجي كده واتك على ده. واقول له ايه. اه اول بوردرز. اوكي. اه فانا كده ظهرته شوي. طيب. اه من الحاجات الجميلة بقى في الاكسل ان انا دلوقتي ايه. حطيت درجات فصل. احطيت درجات سنة اولى. اكتب كده. اقول له في دا ايه اولة اعدادة او حاجة. بس لا اولى. او مادة. او مادة الاكترون اكسل مثلا. اي مادة. كده حطيت مادة ناس سنة اولى. عايزة حط بقى درجات سنة تامية. بعمل كده. تامية. ايه اللي حاصل انت عشان. اه تضيف بيانات. مش محتاج كل ما تضيف بيانات. تفتح ملف جديد. انت ممكن تعمل هنا. عايزة ملف جديد ملف جديد ملف جديد. بس بس بالمنطق يكون كل دول لهم علاقة بنفس المدرسة. ما تبقاش نفس المدرسة او نفس القسم او. يعني اللهم علاقة ببعض يعني. تمام. فاللي بيحصل ان انا عندي الاكسل هنا بيساعدني ان انا اعمل اكتر من شيط او اكتر من الاكسل فايل في نفس الفايل. انا مسميه دلوقتي ماي فايل. انا مسميه دلوقتي انا عايزة اضيف جديد. طيب خلص مش مشكلة عند وقت اضيفت واحد ممكن اجي على طول كده وعملهم كنترول سي انسخهم. واجه احطهم فيه سنة تانية. يعني بس اشال وقت يعني. فانا حطيت هنا وبعدين بقى ممكن اغير اللا اقول لك لا ده سنة تانية ما بتاخدش دين مثلا. مثلا يعني. او ما بتاخدش انجليزي الليش صغير او طفر. فانت ممكن تغير زي ما عايز بسموم ان انا ممكن اضيف اكتر اا من شيت. آآ طب لو عايز امسح شيت. اعمل كليك يومين. امسح. جيت عالشيت ده. كليك يومين�� دليت. امسحه. اجه على الشيت ده. آآ كليك يومين. خلين اقول اعمله. انا مسحت. اخلاص عايزة اعمل ده اقول لها ده بتاع سنة ثالثة. وممكن اقول مادة مادة تانية يعني يعني مثلا ده مادة عربي ده انجليزي ده رياضة او مثلا ده اولى تانية تالتة او اقول ده مثلا كل الفايل ده اللي اقول لك بقسمه معين فدي مادة كذا ودي المواد براحتنا يعني فطبعا انا لو عايز ارتبهم باخد ده كده وشدوا كده يعني باخد الحاجة ده وشدها كده وادوس عليها والتكة وامشي اوكي طبعا ما بيجيب كده اكتر يعني يعني بيمشي كده ده ازاي بتعامل برنامج الاكسل بل ايه هو الاكسل وازاي بتعامل الاوأر الخلايا وازاي ادفع عموة جديد وصف جديد وازاي ممكن اعدل فكشيتات ان انا اكون شيء جديد او كده ممكن نسمي ده اي حاجة يعني الطلبة عندها انشطة ونفرض مثلا انشاط اسمه كمبيوتر ممكن تبقى سانا أولى برضو عادي بتعمل كمبيوتر وبتعمل بتعمل بتعمل ألعاب بتعمل رسمة مثلا فلو فرضنا يعني ان احنا بشكل ما نقول ان الشخص ده عمد في حاجة او ما عملهاش او جاب درجة فيها فممكن اقول خلينا اقول نعم وهنا لا مثلا وهنا لا ما بيعرفش يرسم وبرحتي بقى ممكن اكتب اي حاجة يعني نعم وهنا ممكن اقول ده لا وجينا اقول الالعاب كلهم بيحب الالعاب اي حاجة يعني بتيكي عند الحاجة وتوقف عليها وتكتب اللي انت بتكتبه هو الاخر حاجة بتكتب عادي لو عملت هنا لا كله ما بيعرفش يرسم خلينا نخلي واحد نعم ده عمر ده ينسان محتاج اوكي يعني او عمتا انا بتكلم في العموم ان اكيد في واحد مش كله حاجة مش كله الناس ما تريبش ترسم يعني تصور رسمح عمتا حاجة كويسة والالعاب او الكمبيوتر كله دي ان انشطها بتكلم على نونة ونشاط مش كلية او حاجة اساسية عليك يعني اللي هو نشاط فطبعا لازم الناس كلها تشارك في الحاجات دي عشان بتنمي معارضت كتيرة في الشخص بدل ما يكون انطوائي او بتساعدها لابداع يعني طيب فده ازاي بتعمل ببنامج الالكسيل نشوف كده ايه ممكن نشوفه تاني موجود ممكن نشرحه الكولم والسيل والصف والعمود اضيفه او امسحه الشيتات او البتاع الجديد دي اللي بتبقى دي ممكن اضيفها او امسحها ممكن نعمل رينيم ممكن طبعا نعمل دليت عرفنا ازاي اعمل حفظ الملف اوكي فبتيجي عند سيف اس وبتختار بتعمل سيف اس وبعدين بتحدد انت عاد سيف وفين بعدين تكتب اسم الملف في الحتة دي اوكي طيب ممكن نعمل اي تنسيقات جميلة بس في حاجة بقى ارضو مهمة في الاكسيلنس تقولها وهي خليني اشوفها اورا لكم لو انا مثلا عندي هنا اسم الشخص كان احمد مثلا محمد احمد محمد محمود عبدالله اي حاجة رفعت ما عمش ايه رفعت دي بس هو كده طلع الاسم كبير طبعا انا ممكن ان انا اكبر الخلية كده اوكي وطبعا لو انت اكتشفت ان انت كبرتها قوي عندك كبرتها كده فممكن تصغر برضو عادي تيجي عند الايه عند الحتة دي الحرف يعني تيجي عند ايه ده طيب افرد بقى ان هي كتير بقى يعني هي فاها كتير افرد انت مش بتحط هنا الاسم انا خلينا مثلا هنا بنحط مسلا تقرير عايز اقول تقرير عن الشخص ده مش عارف انا الشاشة مصير عني بتكتب تقرير افرد بقى التقرير ده كتبت كده كنترول في 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 كده يعني ان التقرير كبير فمفهمش كنترول في 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 فهل الطبيعي ان انا اكبر الخلية بحيس ان هي تاخد كل الكلام ده طبعا يعني سعب بقى منطقة شوي فاللي بيحصل ايه بقى بقى شي تعالي كده ايه بس الشيرينج الشاشة ده مشكلة بتاع دي تيجي كده هتيجي تكبر هتلاقي ايه برضو مهما تكبرت مش فارق فاللي بيحصل بقى ان احنا سعب نضطر ان احنا نعمل ممكن تعمل كده راب تكست راب تكست يعني ايه يعني ازهر للتكست تعال انت كده اعمل راب تكست يعني ازهر للتكست كله بس ما تكبر لش الويتس والهاي اوكي اوكي فاللوقتي ايه ضف يعني عايز اقول لأخلاقه او بياناته او عايز اقول لأي حاجة لا علاقة بيه بس فيها كلام كتير فاللي حاصل ان انا ممكن اعمل راب تكست اوكي طبت انا الاسم ده كتير عظيم جده خلاص فبجة اتك عليه واكتب كلمة راب تكست حاجة تانية جميلة يعني انت اخد بالك كده ان احمد محمود دي دي نزلت تحت فانا لو عايز اخليها في النص فانا ممكن اجيبها طبعا يمين ممكن اجيبها شمال ممكن اجيبها في النص طب لو انا عايز اجيبها في النص اللي هو كده يعني فيه في النص كده فيه في النص كده فبتكة بقى دي اوكي يبقى انا كده خليتها في النص طبعا انا ممكن اخليها في النص كده او كده يبقى انا خليتها يمين بس في النص ما عرفش اقولها لكم ازاي بس يعني في النص بالنسبة لرأسي يعني بالنسبة الرأسي يعني vertical هتبقى كده لكن كده فهي اعتبر يمين بالنسبة للرأسي للرأسي ما عرفش الرأسي والعمودي والرأسي وقفكي يعني هي كده يمين وكده في النص طبعا انا هنجمي الاخر ونخليها لاثنين في النص نص ده والنص ده طيب فدي برضو حاجة كويس في حاجة كمان طيب افرض ان انت هنعمل insert صف جديد كده مثلا click يمين insert وقول مثلا سانة اولى درجات درجات سانة اولى ايه اولى دي اولى عشر ايه اولى عشرين مثلا تقطع عشرين اي حاجة فانا عايزة اخلي الحاجات دي تبقى تبقى تمسك فوق يعني تبقى عنوان عنوان بس ايه كله كان له خلية واحدة اضع من merge and center اوكي طبعا ممكن اعملها كله jonك تبقى في النص دي merge and درجات من درجات سانة اولى لو انا عايزة قدع عنوان ليه الحاجة دي طبعا افضل ان انا عملها برتر عشان تبقى معانا اه ام تمام لو انا عايزة اقول درجات سانة اولى في تكسر يبقى فيه merge and center فيه rep text وفي يمين شمال في النص او فوق تحت في النص طيب ايه تاني ممكن نعمله لو انا مثلا جيت عند الخلية دي وكنت عملت لها شوية فورماتسو مع ان خلتها مثلا بولد خلتها لونها معرفش اي لون خلت الخلفية بتاعتها اي برضو لون اقول اي حاجة والحاجات دي كتير يعني انت عملت تعديلات كتيرة فانا عايزة اعمل في الخلية دي نفس الكلام هتلاقيه اول ما بتكتب بيكتب ايه بيكتب كلام عادي فانا عايزة التنصيق ده يبقى هنا او قصد التنصيق ده يبقى هنا فبعمل ايه بقى فبعمل كده كده فورمات بنتر كده فبتبقى ايه زيها بالزبط طبعا انا لو كنت مخلية دي مثلا الاساس بتاعها عشرية اكي خلينا اقول لعشرين عشان بس تبقى جميلة يعني وبين او يبان فيه فرق اه لو انا دي هنا نمسح دي كده اه لو انا دي الكلام اللي هنا دا عايزة اخليه نفس الستايل اللي فوق او نفس التصميم اللي فوق فبتاكرة على اللي انت اللي انت اللي بتصميم اللي هو المصدر يعني بعدين تعمل فورمات بنتر وعدين تيجي عند الخلية اللي انت عايزة هيبقى فيها نفس الشكل خلفية والفورمات ومش عارف ايه واللون وكده لعمل طبعا كنترول زد انا ممكن اقول له هاتل دي كده ويعمل لي فورمات بنتر وانا عايزة بص معلش عند كل ده فلما اكتب كلام هنا هيبقى نفس الحجم لما اكتب كلام هنا هيبقى نفس الحجم دي برضو فورمات بنتر او حاجة موجودة جميعا في ال اكسل طيب خليني اصغر خطش من الشكل الدنيا بوزي خلص 12 دي حاجة كويسة في برنامج ال اكسل اللي هو الرب تكست والمرج اند سنتر والفورمات بنتر اوه في اي تاني ممكن نعملو معلش ثواني طبعا انت ممكن تاخد صف كامل احنا فين ممكن تاخد صف كامل كده تعمل كنترول سي وتعمل كده كنترول بي اصلا موجودة في الوقت يعني كنترول سي كنترول بي ممكن تاخد تعمل تقرار الخلية معينة وتقطه ان انا جيت عند الخلية كده عملت هنا هيا سيتك بالنسبة لزارة كوبي واعمل انا هاديت عمل كده بي ست يقول لي بي ست انسرت كوبت سيلس يبقى ينسي هي دي اه شارف ايه ايه طيب ايه ثاني ممكن نشوف برنامج الاكسل اه مريش عند سنتر راب تكست التيبر نعمل له بوردر اه لو عايزين نعمل حاجة كويسة جدا خليني مثلا اقول ان انا جيت كده ضفت درجات الناس دي كلها هده مثل نمسح ده كده كليكين دليت وجيت مثلا كتبت درجات الناس دي كلها نمسح بقى التقرير دي كده ومليت بيانات كتيرة بقى معايا ناس كتير فانا جيت هنا معايا خلاص درجات كتير يبقى وقسم الناس كتير لما باجي نزل تحت كده انا ببقاش عارف دي درجة ايه العنوان عندي بيكون مخفي يعني بيكون طلع فوق بقى فانا بقى عايز اثبت العنوان بتاعي عشان يبقى ماشي معايا في كل الخلايا ببقى عندي ايه عندي الحاجة دي وبعمل ايه هاااااااااااااااااااااة اين انتي اعتقد بيوم مالش عايزة اعمل فريز فريز لكيب توبرو يعني خلي اول صف ده عندك دايما ان انا شايفه اوكي بقى انا لو جيت كده او بصت لقيني لو جيت عند الخليق دي قليق او عارفة ان ده تقرير وده انجليزي وده عرب ده اللي انا قصد عليه يعني انا باجي كده عند الحاجة واعمل فيو وبعدين اعمل فريز وبختار فريز توبرو طيب وبعدا الحمي بقى عايزة ان انا العكس بقى ان انا يبقى عندي كده درجات حاجات كتيرة واحطها كده كده وبامشي بقى بامشي كتير فهو انا ماشي كده انا اهو بامشي على الخلايا اللي ان انا ممكن الاسم نفسه هو اللي ما بقاش عارفة درجات مين صحيح كده فبقى عايزة ان انا امسك الاسم ده واقول فين بيو بيو فريز فريز فريستوكولم يبقى انا لما اجي امسي كده ألاقي ان انا الاسم عندي ما بيمشيش بيبطى الموقود وقدر اعرف ان دي درجة الفرنساوي او طفر بس بتاع مين احمد محمد محمود ما رفش يعني لحسن يكون في واحد اسمه حمد محمد محمود عبدالدركة يعني مش مشكلة فدي الحاجات الكويسة في الاسم بيساعدك ان انت ايه تقدر تشوف الحاجات بشكل فنلقوه بكنترول ايه تمام طيب دي حاجة كويسة بالنسبة ليه الفريز نشوف ايه تاني ممكن نعرفه حاجة كويسة جدا 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 لو انا جات هنا وانا عايز اعرف الطلبة دي لان رقم كام لو انا اصلا برتبها برتب التركات دي بناء على من الاول ومن التاني فانا عايز اعرف ده ترقيم ورقم كام او ده الاول او التاني او التالت سيبني بقى من ده لان انت اصلا ممكن تعمل ترقيم مش شرطي مش شرطي يكون ترقيم واحدة ثلاثة اربعة ممكن انت ترقم ترقم بناء على الشهور ترقم بناء على الزوجي ترقم بناء على الفردي ففيه ترقمات كتيرة يعني غير انت ترقم روحيني ثلاثة بس وانا نفرض ان انا عايزة الوقتي ارقم الناس دي كلها بعمل كده اكليكي من انسيرت او روح كاتب هنا واحد واحد مغربش اللي مش بيكتب واحد اتنين ثلاثة والمفروض بقعد ارقمهم لو هم الف واحد لو هم الف واحد في سنة اولى يبقى الصراحة بقعد ايه لبكرة فحاجة اعمل اوه ممكن اكتب واحد اتنين بس اوكي واجه عند الاعيه عند الكورنر ده واسحب كده وانزل انزل 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 اتلم ماجه عند اخر واحد توصل ايه اعمل ولي ايه ده عندك ستة وعشرين اسم ستة وعشرين ولي هنا ربا سبعة وعشرين ليه لان انا الاولاني اول خلايا عندي ما كنتش كتب ته فا او كنت انا سيبقى اول واحدة بيه فعمل لي ايه بقى كده قرر لي الترقيم بسرعة افرد ان انا عايزة اخليك تتأكد منها افرد ان اعملت كده اتنين اربعة عايزة يا مش هالي كده اتنين اربعة ستة تماني اعمل كده اعمل اتنين بس بحيس طبعا هو يعرف ايه الفرق من داودة او ايه و ايه العلاقة من الاتنين والاربعة هو جمع كل شوية اتنين بيعمل كده تختارهم هم من الاتنين و بعدين تجي عند الكورنر وتسحب تسحب لتحت تمام وتوقف عند اخر خلية يروح عاملك ايه ارقام زوجي اوكي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشة مش عارف ايه كذب فدي حاجة جميلة يعني حاجة كويسة جدا في فرنامج الاكسل انه يساعدك انك ترقم بسرعة فخلينا نعمل ترقيم منطقي بس الاول واحد اتنين طبعا انا لو كتبت واحد ونزلت كده هاي مش هامل حاجة اللي انت اصد ايامل واحد بس طبعا انا كان في واحد عشان بس انه هاي تمام ايه لو كنت عملت واحد ونزلت لو كنت عملت واحد بس ونزلت مش هامل طب واحد ثلاثة برضه ينزل فردي واحد ثلاثة هينزل ايه فردي طبعا ان ان شاء الله نكون فيهمنا الفكرة يعني انه بس هي ايه بيكرر اللي بتيجي عند اخر خلية اوكي طيب ايه حد يقول انت لسه ايه لموضوع الشهور شهور ايه بقى شو اخد بالي انه هو اصلا مش بيرقم الارقام بس انت ممكن هنا تقول له يناير لو احنا هنتكلم بالعربي يناير وهنا فبراير وقفت كده وقلت ايه اه قرار اللي بقى الشهور بيت عملت كده لعمل لك ايه 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 ده مش دي شهور عادية يناير فبراير مش فهمني ايه 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 اي بس انا متأكدة ما بيعمل العراف. معلنا بنكتبها انجليش. جان يواري. ريب ريواري. مانا يكون تمام. ممشي كده هيعمل ايه? اه اه بيفهم اه. مش عارف ايه الفكرة. اكيد عندي حاجة في الاسبيلنج او في النطق يعني. يناير فبراير مارس. عرف شوية مشكلة. فهو بتعمل يناير فبراير ويروب تكمل ليروح هو اعمل لك كافرة. طبعا اكيد ما فيش. هو فاهم العربان عملت عمر. طيب اه دي حاجة كويسة جدا ان انت ممكن يوفر لك وقت ان انت حتى سنين. لو عملت مثلا الفين وخمسة وبعدين عملت الفين وعشرة. اه يعني اي رقمين فيه علاقة ما بينهم. اني هو مفروض يكون الانسان محترم ويكمل. اهي. هلو خمسة عفين وعشرة. الفين وعشرين. عام. دي حاجات جميلة ببرنامج الكسل. ايه تاني ممكن يعملهنه? ام. لو عايزة أمسح عمزة عايزة أمسح الحاجة دي لو جيت كده عملت اخترتها كلها ومسحت مش هيمسح فلازم تعدى على كل واحدة يتمسح طبعا أكيد طبعا ده ما ينفع ده أسلوب مش فاللي بيحصل بقى بتيجي عند اللي انت عايز تمسحه وبتعما يختاره كده وبتعما يقال كليك يمين كليك يمين كليك يمين كليك يمين كليك يمين هيمسح لك بقى اللي موجود عادي يمسح الكلام يعني مش بيمسح العمود يعني لو جيت عندي ده وقلتول كلير كونتنت بيمسح اللي جوه بس مش بيمسح الصف كله ولا العمود كله طيب في حاجة برضو تانية اننا ممكن اكتب هنا 2012 مش عارف ايه كذا كلام كتير بوعمل كده ايه بقى يعني كتبت أرقام أكبر من حجم الخلية فمحتاجة اننا طبعا وظاهر الرقم هنا محتاجة ان انا اكبر الخلية يعني لو انا كتب كلام أكبر من الخلية هتلاقي عملي حاجات غريبة كده فلازم تكبر الخلية على قد لايه على قد رقم عشان يزهر اوكي نحوش اللي حصل يعني وكان ليفهم عادي لو انا جيت كده او اوكي فلو انا دلوقات صغرت خلية تاني هتلاقي عالي في حاجة غلط مش عارف ايه تمام دي برضو حاجة ممكن حاجات ممكن تقابلكو يعني انتو شغالين مع الاكسل ان انت لو بتكتب رقم لازم الرقم يكون قدل لخلية اوكي طيب طبعا احنا عرفنا ازاي ممكن اعمل ميرج هناك في الورد لو عايز اعمل خليتين مع بعض اعمل لهم ميرج ممكن اجي اقول اقول ايه ايه حاجة بقى يعني افرد مثلا ان خلينا اقول الاسم ممكن اقولنا الاسم انصرت وقلت ان ان ده احمد ماشي بس ده اسم والده وهكتب هنا اي اسم والد يعني الاسم الواحدو حاجة والاسم والد حاجة تاني عايز اعمل ميرج الاتنين دول مع بعض بعمل تلكي مين ميرج مفوض بيفهم مين ميرج انا مش فهم الاتنين دول اعمل لهم ميرج بتهالي فوق ميرج عند ايه عند سنة هاي ميرج الاتنين دول مع بعض اوكي ااا ولو عايز اسبلت بتهالي برضو ما تكليكي مين سبلت ولا ما نفهمش لازم ان نحطها من المكان طيب فهو لو انا عايز اعمل ميرج بيعمل كده فاللا انا عايز اقوله ان انا دلوقتي ااا لو عندي جدول زي كده وعايز اعمله بتهالي هيبقى سهل يعني هممكن نحاول نعمله يعني بس انا عايز اسيبهول كونتو تعملوها ان انت هتعمل لي جدول هتكتب اول حاجة ولا خلاني اعملها احسن حاول اعملها معاكم احسن بس في وقت الفيديو بس هاول اعمل اي حاجة اا نفتح الشيط التالي او نخليها التالت و ونعمل شيرنج للاكسيل بس عشان تشوفه اللي بيحصل وبعدين الفايل انا بقى بص عليه واقولك علي طيب اا هو بيقول لي ضيفي هنا صاف المرتب في اول خلية اا فين صاف المرتب فين اول خلية اكتب هنا كلمة صاف المرتب تمام واخد بالك النصاف المرتب ده هياخد هياخد يعني يعني هياخد خليتين بعدين اجا اكتب جده استقطاعات وغياب وحده وضعي حالي دي مرتبات ناس طيب استقطاعات وغيوب غياب وعقوبات استقطاعات اللي معربي استقطاعات استقطاعات وهنا ايه اللي اكتب دي كده خلق هنا ونكتب ما اعرفش ديك صحة واستقطاعات استقطاعات طيب وهنا غياب وعقوبات اكي وطبعا هو عايز الاستقطاعات دي انت بقى عنوان اليوم هما الاثنين فباعمل ايه ميرج ما اعرفش الملت تعالين فعلي كده بعمل ميرج انت سنتر وباقي عن الاثنين دول هو عامل كده انه ياخد حاكتين فبعمل ميرج انت سنتر برضه وخليه في النص اوكي خلينا عمل جدول كده اقول لكم بس ده بروتر يعني اهو لو انتو عايزين تبصوا على الجدول تاني تمام صف المرتب او الراتب الغياب والاستقطاعات وبعد كده في البدلات والرتب الاساسي فخليني اعمل البدلات رتب الاساسي اجا اكتب كده اكتب هنا البدلات وهنا مش عارف ايه الراتب ومعرفش الاساسي او الراتب الاساسي اساسي اوص على تاني البدلات لا البدلات تنقلات حوافز البدلات تنقلات حوافز كلام كلام كبير واللي جاء مدراتي بالاساسي الراتب طيب هناخد البدلات دي اعمل لها ميرج هو عايز كده والرتب الاساسي دي اتاخد ايه خليتين مع بعض اعمل لها ميرج انت مش عارف ايه واخبر خليها عشان تبقى ظاهرة لو عايزة ما اكبرهاش وخليها تاخد مش عارف اعمل رات تيكست وبردو سنجل ميرج بتاني اعمل لها كده وحطها صافي رابع تيكست لانه وقص عميها على حاكتين خلينا اعمل بولد كده بعدين هو عمل فورمات معين لكل حاجة يعني مثلا ده لونها ازرق منيجي كده نخل الخلفية ازرق قبش موضوع سهل يعني الخلفية ازرق الراتب الاساسي زيها بالزبط الراتب الاساسي زيها وبعدين البدلات لون كده اقدر بدلات التنقلات لون اقدر والاستقطاعات والعقوبات احمر مهم بس بعد كده بده بايحط فلوس كتير اوكي بده بايحط مسلا الف انا مش مهم من الارقام ده وقت هنحط كذا كذا راتب وهنا كذا راتب وهنا برضو ارقام يعني الارقام دي لها معنى بس احنا مش وقت الوقت هم حاجة احنا رح بنعمل ايه جدول اوكي طيب هو بيخصم حاجات وبيشوف هو الالف تاعة عبارة عن ايه وبعدين كده يعني يعني تقريبا ده الالف وبعدين يصفى على الناي بقى 500 جنيه يعني بده ينقص منه حاجات وبعدين يبقى 500 جنيه خيرا نخليها انه دي 500 500 مش لازم 500 يعني بس هو بيخليها 700 800 اي رقم انه ايه صرف عليك كتير يعني المهم ده ده الجدول في بعد كده مش عارفة مكتوب اعلى راتب كاتب هنا اعلى راتب اعلى راتب ونخلي ده كده مرجل ده كله اوكي مرج ام سنتر وكاتب هنا اي رقم وبعد كده الخلية اللي تحت دي نعمل فيها نية ال راتب هتبقى ال راتب موصف طبعا انا ممكن اجي كده ctrl v sorry ctrl z اجي من اول هنا وانا كده حطتها كعملتها نصخة اول انا عمل ctrl z واكتبها عادي اكتب هنا ctrl v sorry معلاش اخدها موجود اجي كده اخد الكلام ده وحطه هنا وبعدين اجي عندي بحطة دي طبعا اعلى دي اللي هي مثلا اقل 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 راتب موظف واحطه عندنا وحط بس اقوم شو مين اي كلام تمام فدي بس فكرة ان انا ازاي ممكن اكتب الجدول الاول الاخر وعمل فورمات ويبقى له معنى ودول بسيط يعني مش صعب ولو عايز امسح كل دول اللي ات نفس مش استخدم بعمل طبعا اما اعمل امسح واحد واحد او ان انا اقف عليهم كلهم كده واشد وبعدين اقف على واحد منهم وعود دليت برضو انا ممكن ان انا امسح ده ما رش وكن عامل اعلى وقال واجمال ورواتب وحاجات كتير مش عارفة ليه ما بيجي small من وعيز طيب اا 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 امسح ده امسح ده امسح ده امسح ده امسح امسح كل دهول فبجي كده واخترم كله واخترم ده ده الجدول يعني اذا كان مثال اتمنى دينا تكون واضحة وعرفنا حاجات ويسا في برنامج الاسل الناس المبتدئ يعني اا اا طيب اوكي احنا ممكن نضيف لوحدنا اي فرامات كده على نفسنا اوكي ده كان الفيديو ده وان شاء الله نتقبل في فيديو تاني بخصوص اساسيات الكمبيوتر اوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة